من إسطنبول مرسلنا أحمد غنام ونرصد معك أحمد أي من ردود الأفعال انصدرت بشأن تعقيبا على هذا القرار سواء من الحكومة التركية أو من الشارع التركي نعم سارة قبل دقائق من الآن عقد وزير الخارجية التركي مولو تاوش أولو مع نظيره الألماني مؤتمرا صحفيا في العاصمة أنقرة وأكد مولو تاوش أولو عن أسف بلاده لما حصل من تطور الأزمة الخليجية بقطع العلاقات الدبلوماسية من بعض دول الخليج مع دولة قطر وأيضا أكد على ضرورة مواصلة الحوار والتفاهم وقدم بلاده كوسيط لإعادة تطبيع العلاقات والتعاون في الوساطة بين قطر وبين دول الخليج سارة في الحقيقة أن قطر تعني الكثير بالنسبة لتركيا على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي فعلى المستوى الرسمي يوجد هناك علاقات استراتيجية كبيرة بين تركيا على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري كذلك ففي الآوينة الأخيرة في نهاية عام 2015 تم هناك إنشاء أول قاعدة عسكرية خارج البلاد تركيا في دولة قطر تضم حوالي ثلاث آلاف عسكر يقومون بعمليات تدريب وكذلك كانت قطر على المستوى السياسي دائما إلى جانب المواقف التركية في الوقوف في القضايا والملفات الهامة في المنطقة وخاصة في ثورات الربيع العربي والوقوف إلى جانب تركيا في موقفها تجاه الأزمة السورية واتجاه عمليات درع الفرات التي كانت من أجل محاربة التنظيمات الإرهابية أيضا هناك على المستوى الشعبي هناك في العقل الجمعي للقسم المؤيد للحكومة التركية محبة كبيرة لقطر سيما أن قطر كانت من أولى الدول التي باركت للرئيس التركي الانتصار للشرعية التركية في وجه محاولة الانقلاب الفاشلة وكان أمير قطر تميم بن حمد من أول من أوائل قادة الدول الذين زاروا الرئيس التركي وزاروا تركيا بعيدة فشل محاولة الانقلاب الفاشلة وأكدوا على وقوف بلادهم إلى جانب الشارع التركي والشرعية التركية كذلك على المستوى الاقتصادي دعيني أشير سار إلى أن قطر قدمت نفسها كشريك وداعم لتركيا أثناء أزمتها مع روسيا وقطع العلاقات بين موسكو وأنقرة وقطع الغاز الطبيعي الذي هو كان إمداد تركيا بالشكل الكبير للطاقة من روسيا وقدمت دولة قطر الغاز الطبيعي لتركيا فبالتالي هناك هنا تحمل قطر أهمية كبيرة في الشارع التركي فمنذ ساعة الصباح الأولى رأينا على شاشة التلفزيون ووسائل الإعلام هناك كان صدمة من قبل الشارع التركي ومن قبل الوسائل الإعلام التركي لما حدث بشكل سريع ومتسارع للأزمة الخليجية مع دولة قطر وقطع العلاقات الدبلوماسية معها أشكرك جزيلة شكر على جملة هذه التفاصيل والمتابعة مرسلنا من اسطنبول أحمد غني